موسيقى صباح الخير عزيزي المشاهدين حلقة جديدة من برنامج العيادة ومعنا زي كل يوم أربعة مع حلقة من أمراض النساء والتوليد وأحب أن أذكر حالاتكم أننا نستقبل حالات مجانية النهاردة طول أيام الأسبوع في جميع التخصصات أول نهاردة الموضوع الحلقة بتاعنا هيكون على موضوع الإخصاب المساعد والتلقيح الصناعي وأطفال الأبيب والحقن المجهري الأول حاجة لازم نفهم كيف يحدث الحمل عشان نقدر نشوف موانع الحمل إيه وإيه الحاجة اللي تخلينا نستخدم التلقيح الصناعي اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة في علاج التأخر الحمل أو نستخدم بعد كده التقنيات الأعلى زي أطفال الأبيب والحقن المجهري وأنتكلم على التاريخ بتاع كل واحدة وإزاي اكتشفناها وإزاي قدر أن يحصل حمل وإزاي دلوقتي إحنا قدرنا نحق نجاحات كتيرة مع الإخصاب المساعد أول حاجة علشان قطر يحصل حمل لابد أن في منظومة متكاملة بتحصل أن الزوج والزوجة يحصل يكونوا عندهم خصوبة عالية زي بناقدر نعرفها أن الزوج عدد الحيانات المنوية بتاعته يكون عدد معين اللي هو بنقول أكتر من 15 مليون حيان منوية والحركة تكون جيدة ويكون عدد الحيانات المنوية المشوهة أكتر من 15% ده لو حصل علاقة زوجية وقت ما يكون الزوجة عندها البويضات جيدة أن يحصل التوويض في اليوم الـ 14 تقريبا ويلتقي الحيوان المنوي بالبويضات في قناة فلوب طبعا لما بيحصل علاقة زوجية الحيوان المنوي بيقدر بيعدي عن طريق المهبل عن طريق النقر الرحم بيخش الرحم بيلتقي في قناة فلوب بالبويضة بتاعت الزوجة الموجودة بتتخصب ويتكون الجنين الجنين بيرجع تاني يتزرع داخل الرحم علشان خاطر يحصل حمل ده الحاجة اللي بتحصل بصورة طبيعية طيب الموضوع ده بيحصل مثلا السؤال برضو شائع جدا وبنشوفه كتير جدا من الكابلز اللي هما لسه متجوزين قريب أن يبقوا متجوزين مثلا بقالهم شهر وتلاقي الزوج والزوجة والحمى وكلهم جايين ما حصلش حملة أول شهر أول شهرين أول ثلاثة لا بيقول دايما أن نسبة أن يحصل حمل بصفة عامة لا تتعدى الـ 15% لـ 20% لو كل المنظومة متكاملة يعني لو الزوج سليم تماما والزوجة سليمة تماما بيحدث الحمل في نسبة 10-15% لـ 20% بالكتير في كل شهر فبالتالي بيتبقى يعني كل إلا بعد سنة من الزواج والزوج والزوجة يكونوا موجودين مع بعض الزوج مش بيسافر ولا حاجة بعد سنة من اللقاءات الزوجية العادية بيحصل حملة عند 85% من الناس بيتبقى اللي هما الـ 15% من الناس اللي هما محتاجين نوع من أنواع المساعدة طيب إزاي بقى نحدد كل واحد محتاج إيه؟ هو ده الموضوع يعني الموضوع طبعا موضوع علمي جدا إنه هو مفيش حاجة إحنا سايبينها للصدفة إحنا بنعمل التحليل اللازمة يعني بعد مرور سنة من الزواج والزوج والزوجة ما حصلش حامل وهم الاتنين بيلتقوا لقاءات الزوجية عادية ومفيش فيها مشاكل بنعمل اختبارات أول حاجة أول اختبار بنعمله بنعمله للزوج ونقدر نعرف إذا كان الزوج عادة الحالات ملوية عنده جيدة ولا أهو ده أجل سهل جدا للزوج يمتنع عن العلاقة الزوجية لمدة 3-5 أيام ونديله كب يجيب فيه العينة بنقدر نحن نحل العينة دي وفيه عندنا حاجة اسمها WHO Criteria اللي هي مناظرة صحة العالمية منزلة Criterias كل شوية بتتغير للنورمز بتاعت السيمن يعني بنقول السائل المنوي دوت إيه الحاجة الطبيعية بتاعته بنقدر نعرفها بالجايدلاينز اللي موجودة عندنا بنقدر نعرف النورمز إيه يعني الطبيعي إيه لو هي ما هيش طبيعية ساعتها الزوج بيروح لطبيب الزكورة بيبدأ يبدأ له العلاجات اللازمة علشان خاطر يأهله أن يحصل حمل من الحيوانات المنوية بتاعته نيجي بعد كده لقينا الزوج سليم بنخش على الزوجة الزوجة بلازم نختبر كذا حاجة عندها عشان خاطر ديت هي اللي تخلينا نشوف الأنهي اتجاه هنتجهه لأن ما يفعش مثلا أن احنا الموضوع النهاردة التلقاح الصناعي ما يفعش مثلا أن أنا أبدأ التلقاح الصناعي للزوجة مثلا عندها قنوات فلوك مقفولة لأن التلقاح الصناعي بيعتمد على التقاء الحيوان المنوي بالبويضة داخل قناة فلوك اللي هي لازم تكون سلكة ما يكونش فيها مشكلة في قناة فلوك فبالتالي أنا بضيع وقتها أو ما بدلهاش الخدمة الطبية الجيدة لو أنا عملت لها التلقاح الصناعي وقنوات فلوك مزدودة فالموضوع كله بيبقى عبارة عن أن أنا بدلها بشخاصها جيد جيدا عشان خاطر أقدر أعالجها علاج جيد التشخيص دوت بيتم ازاي أول حاجة طبعا بناخد الهيستوري بناخد التاريخ المرضي للزوجة بنقدر نعرف إذا كان عندها مشاكل ولا لا بناخد التاريخ المرضي بطريقة جيدة نقدر نشوف إذا كان عملت عمالة قبل كده يبقى دوت خلينا ننشك أنه ممكن يكون في التساقات حوالي قنوات فلوك نشوف إذا كانت أجالها قبل كده إذا حاجة زي الدارن أو حاجة برضو دي ممكن خلينا ننشك كل اللي بتاريخ المرضي ده الطبيب بياخده هو عارف بالضبط بيسأل علي نيجي بعد كده للفحوصات اللي هي لازم تعبالها طبعا لازم نتأكد أن إذا كانت الدورة عندها منتظمة ولا لأ ده مؤشر على أنه بيحصل تبويض كل شهر لكن لو دورة مش منتظمة بيسجلها كل ثلاثة أو أربع شهور زي ما بيحصل في العينين اللي عندهم عندهم تكاييسات على المبايد أو عدم انتظام في التبويض فدورة يخلينا نشك في أن المشكلة في الإباضة عندها ودورة طبعا بيخلينا نحن نتأكد إزاي نحن نعملها هرمون البروجسترون في اليوم الواحد وعشرين بنقدر ساعتها نعرف إذا كان في مشكلة عندها ولا ما فيش نعمل لها أشعة بالصبغة الأشعة اللي بالصبغة ديت بتخلينا نعرف إذا كانت قناوات فلوب سلكة ولا مش سلكة الطريقة إزاي نحن بنجيبها اليوم بعد اليوم الثامن علشان خاطر نقدر إن إحنا نحن لها السبغة ونقدر نشوف إذا كانت قناوات فلوب سلكة ولا مش سلكة وبالتالي نشوف إذا كانت هتتجه لأنه اتجاه في العلاج بعد كده طيب إحنا معنا تليفون نوال فضال يا نوال صباح خير يا دكتور صباح نور يا فاني صباح إزاي حضرت أكام دكتور لو سمحت أنا قدت عملت حق المجاري كتير ومحصلش نطيب يعني حقيق عندي كم سنة أنا دلوقتي عندي أربعين فأنا مشكلة دلوقتي أنا بصراحة يعني بستنجد بقى بحضرتك يعني أنا يعني كفالت طفلة وطلع عندها سي بي المشكلة إن هي ما قدرش أسلمها لحد ولا أديها لحد أنا اللي بقالج بقالي سنة ونصب تأكل بالسرينجة يعني عارف كنت وغدها يعني أنا كنت وغدها المفروض سليمة من مركز كبير يعني وانا في حصل مشاكل والبنوت هدية أنا عايزها تتعالج برا على نفقة الدولة فأنا مش عارفة أوصل للرئيس الله يخليك الله يخليك عشان خطر جودي حقيقة سي بي حقيقة سي بي رقم تليفونك في الكنترول وإحنا هنشوف هنقدر نعمل عارفة ديكي إن شاء الله خلاص طيب نرجع تاني لموضوع الحلقة بتاعتنا كنا بنتكلم على موضوع التلقيح الصناعي وتكلم على الموضوع إن تأخر الحمل بصفة عامة وقلنا الطرق اللي نقدر نعرف بيها إذا كان عندنا مشكلة في قنوات فالوب ولا لأ وقلنا إن أول حاجة بنعمل أشعة اللي بسابعة لقينا مشكلة بنعمل منذار منذار البطن ده وقت بيقدر إن هو يوري لنا إذا كانت فيه مشكلة وفي نفس الوقت ممكن يبقى علاجي يعني ما بقاش بس منذار تشخيصي ممكن المنذار ده يبقى علاجي عن طريق نحن بنفك للتصاقات لو كانت موجودة وساعتها طبعا لو كان فيه عندنا أكياس دموية أو حاجة أو عندنا مرض البطنة المهاجرة اللي هو بيصيب نسبة كبيرة تقريبا 20% من السيدات اللي بيعانهم للعاقم ممكن يكون عندهم مرض البطنة المهاجرة فبالتالي ممكن نحن نعالجه في نفس الوقت لو كانت الموضوع ده موجود ونصل إلى تشخيص نهائي للزوجين على تأخر الحمل السبب في إيه فيه نسبة 20% تقريبا من الناس ما بنكتشفش عندهم حاجة خالص يعني بنيجي للاقي الزوج سليم تماما الزوجة طبيعي عندها كويس ما عندهش مشكلة في قنوات فلوب عملنا لها كل اختبارات اللازمة ما فيش عندها مشكلة هورمون الكريسترون أكتر من العشر في اليوم الواحد وعشرين فدية معناه أنه ما عندهش مشكلة والزوج نفس الوقت ما عندهش مشكلة والعمر جيد ده 20% من الناس عندهم حاجة اسمها تأخر في الحمل غير مفصل السبب والناس دولت بالذات بيستفيدوا جدا من موضوع الحلقة بتاعتنا هو التلقيح الصناعي طيب التلقيح الصناعي بتعمل ازاي يعني برضو احنا لازم نفهم موضوع التلقيح الصناعي عشان نبقى عارفين هو الفكرة بتاعته ايه يعني ايه الصناعي الاول هو ايه التلقيح الطبيعي و ايه التلقيح الصناعي عشان برضو ايه بقى المشاهدين عارفين العلاقة زوجية الطبيعية هي ديت العلاقة زوجية اللي بيحصل فيها الزوج بيلتقي بالزوج بيحصل علاقة زوجية والحيانات المنوية بتقدر انها تتعدي عن طريقة ونقرحة بتصل الى قناة فالو وبتخص بالبويدة في قناة فالو تلقي حصناي مشابه تماما لكده بس احنا كل اللي بنعمله ايه ان احنا بناخد عينة من الزوج العينة من الزوج دي بناخدها يكون 3-5 ايام ما حصلش علاقة زوجية وبنحدد معايد على حسب الاشعة التليفزيونية للطبيب بيجريها للسيدة بيقدر ان هو يعرف بيها امتى يحصل عندها التبويض لو هنعمل تلقيح صناعي على ناتشول على دورة طبيعية او احنا بندي لها ادوية تنشيط للطبيب محفزات للطبيب عشان خاطر بنقدر ان احنا نكبر بيها عدد اكتر من البويضات وبالتالي لما نجي نعمل للتلقيح الصناعي بالذات للناس اللي هم عندهمش تبويض اصلا يعني ممكن السيدة يكون عندها مشكلة في عندها مثلا تكاييسات على المبيض او حاجة وفي حصل لهاش تبويض فبالتالي بنقدر ان احنا نحدد المعاد عن طريق ان احنا ندي تنشيطات تبويض وبعد كده هو تنحدد امتى معادة التبقيح الصناعي طيب احنا معانا شيماء شيماء السلام عليكم يا دكتور السلام عليكم يا دكتور ازاك شيماء الحمد لله ازاك يا دكتور الحمد لله ازاك يا خانت ضدلا زمحت يا دكتور انا عندي سؤال فضالي ممكن تهوطي تليفزيون اسمعينا من التليفون حاضر يا فندي امور يا فندي الامر لله بص يا فندي انا كنت حامل قبل كبار ومحصلش نصيب والشهر التامن والعائلة وصف بطني ايه يا شايماء كملي وعملت التحاليل بعد كده يا دكتور اللازمة وكل حاجة قال للدكتور ما عندي كيش اي حاجة ودلوقت انا حامل تاني فدلوقت انا عايز اتجنب الحاجة اللي حصلتلي بيا دكتور مش عارفة ازاي انتي كان ايه سبب وفاة الجنين في الشهر التامن ما فيش اي حاجة يا دكتور كان عندي سكر ولا ضغط ولا اي حاجة الضغط ما ارتفعش الجنين كان سليم ما كانش فيه اي عيوب خلقية في الجنين لا كان سليم يا دكتور لا يا حيك عملت الفحوصات وكل حاجة قبل وبعد الولادة اه عملتها وعملت فحوصات قبل ما يجي جوزي هو جوزي بيسافر وعملتها وجيه جوزي بقاله شهرين ودلوقت انا حامل يعني في حوالي اربعين يوم وعايز اتجنب الحاجات دي طبعا طبعا حيك عندي كم سنة عندي خمسة وعشرين سنة يا دكتور ده كان الطفل اللي توفى ده كان اول طفل حضرتك لا معايا بنت يا دكتور عندها خمس سنين مسأليه ما مفيش فيها مشكلة طبعا احنا الموضوع اللي هي اللي بتقوله مدام شايماء ده موضوع مهم جدا هو وفاة الجنين داخل الرحم اول حاجة احنا لازم نفرق ما بين وفاة الجنين داخل الرحم في الشهور الاخيرة من الشهور الاولى فهي بتقوله في الشهور في شهر التامن دوت معناها ان الجنين كان عايش يعني احنا ما بنصنفاش كاجهات لا احنا بنصنفها ان وفاة مبكرة للجنين نفسه الموضوع طبعا ليه اسباب كتيرة جدا اول حاجة ممكن يكون فيه ايوب خلقية في الجنين نفسه تؤدي الى وفاة الجنين ولو هي ما بتتبعش بالاشعة التليفزيونية احنا مفروض ان فيه اتنين اشعة تليفزيونية بنعملهم اثناء الحمل الاشعة تليفزيونية دقيقة يعملهم واحد يعني خبير في الاشعة تليفزيونية اللي هو عند الاسبوع الاثناشر عشان نشوف اذا كان فيه اي ايوب خلقية في الجنين عن طريق ان احنا بنعمل فحص اللي هو وراء العنق اللي هو نيوكال تلانسلوسنسي وفي الاسبوع الالطمنتاشر للعشرين بنعمل فحص شامل لجميع الانظمة اللي موجودة داخل الجنين ده عن طريق برضو ان احنا بنعمل اللي هو تين ويكس كان دوت بيبين لنا إذا كان فيه أي عيوب خلقية مثلا في القلب إذا كان فيه أي عيوب خلقية في الكلا في السباين نفسه في العمود الفقرية الحاجات دي كلها بتبان في الأسبوع العشرين تقريبا الحاجات دي بتقول لنا إذا كان الجنين سليم ولا مش سليم طبعا في حاجات ده اللي أنا بقوله ده كله بيكتشف تقريبا 85% ل90% من العيوب الخلقية يعني فيه بعض العيوب الخلقية لا يمكن اكتشافها عن طريق الأشعة التلفزيونية حاجة مثلا مشكلة في الإنزيمات مشكلة وراسية في الجينات الحاجات دي كلها برضو ممكن تؤدي إلى وفاة الجنين لكن بصفة عما إحنا الأسباب وفاة الجنين ممكن تكون الأسباب في الأم نفسها هي اللي قدت إلى هذا ممكن يكون أسباب في الجنين ممكن يكون الجنين نفسه ما بينموش بطريقة جيدة فبالتالي عنده تأخر في النمو اللي هو واتساب من غير ما يكونت عمله المتابعة اللازمة لأن احنا في بعض الأحيان الطبيب وجبه أنه هو لما بيجي بيرائب الجنين أثناء النمو بتاعه يشوف النمو ماشي في طريقة جيدة ولا بيقى فيه كروفات معينة الكروفات دي يشوف الطبيب هي ماشية فأني برسنتايري إما من الخامس للخامسة وتسعين لو أقل من كده تبقى هي لابد من المتابعة مش لازم الولادة على طول بس لابد من المتابعة لأن في بعض الأحيان بنقدر أن احنا ننقذ الجنين نفسه من اللي يحصل وفاة داخل الرحم زي ما حصل لها لو أن احنا قدرنا أن احنا نولده قبل ما يحصل الوفاء أنا شخصيا شفت حالات مثلا وحاليا في حالة مثلا من الحالات اللي أنا بتتابع لأن الجنين بدل ما هو وزنه مفوط مثلا يبقى 2 كيلو ونص وزنه 1200 أو 1300 بنقدر نتابعه عن طريق الدوبلر ونعتابع عن طريق أن احنا نشوف الحاجة اسمها بايوفيزيك البروفايل اللي هي متابعة الحاجات الحيوية اللي موجودة عند الجنين بنقدر أن احنا نعرف بيها إمتى هنولد الجنين دو فبعض الأحيان الأولادة بتكون مبكرة لكن بيقدر أن هو ينمو خارج جسم الأم أفضل ما أن هو يفضل موجود داخل جسم الأم من غير ما يكون فيه غز غزاء بيوصل له أو فيه مشاكل في الضيق في الأوعيات الدموية اللي هي بتوصله فهي لابد من المتابعة الدقيقة الحمل دوت وتعمل الصنارات الأسبوع الـ 12 والأسبوع العشرين واتتبع السكر كويس والضغط وإن شاء الله ربنا يكريمها ويكمل على خير طيب إحنا معنا شايماء شايماء يتفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هايك ده أول حمل اللي كي؟ لا ده الثالث الثالث؟ آه ولا قبل كده كان ابني عنده سنة ونص هايك ولا طبيعي ولا قيساري؟ لا الـ 2 قيساري طيب الـ 2 قيساري ده هايك هتولدي قيساري المراضي آه وتم هيتحددلك معاد الولادة يعني المفروض مثلا على الأقل تكوني 38 أسبوع أو 39 أسبوع عشان خطر يحصل الولادة إلا لو فيه حاجة يعني تستدعي الولادة المبكرة يعني لكن هنا انت هاردتك كده انت دخلت التاسع آه والدكتور فاسعدت وليتني بدري وانا مش عايز اقول البدري بدري اللي هو قدقي يعني حيك المفروض عن من 39 أو 39 أسبوع حيك برضو حيك انا هقولك على حاجة الترم يعني ايه ان احنا الجنين يوصل للترم او يوصل للكامل النضج احنا بيقول بعد 37 أسبوع هو الجنين كما للنضج بتاعه لكن احنا بيسيب أسبوع أو أسبوعين زيادة بنولدك في الأسبوع الثمارية والترمية أو التسعة وتلاتين بحيث ان احنا نكون ضمنين ان النضج يوصل لحاجة سليمة آه هو لو انت والدة 2 قيصاري هو مش هيستنى لما يجيلك طلق اللي انت كده ولا كده تولدي قيصاري فيستحسن قبليها بشوية بدل ما تروحي امرجنسي وتروحي يكون بدأ الطلق أو حاجة فهو لازم هيحددلك قبليها بشوية بس مش قبليها قوي يعني مثلا قبليها بأسبوعين ده الماكسما ميان اتمنى يكون داوة الإجابة دي حيك تكون كافية يعني آه القصة اللي هي بتقولها ان احنا بنقول الولادة المبكرة لما حصل الولادة قبل 37 أسبوع هي دلوقتي 36 أسبوع 37 أسبوع هيبقى يوم 9-2 9-2 من بعد 9-2 هو الجنين اكتمل تماما يعني يعني هو اكتمل لكنها دايما بيسيب أسبوع بعديها وإسبوعين قبل ما نولد الولادة قيصارية لو هي بلاند سيزاري اللي هي ولد مرتين قيصارية يبقى صعب جدا انها تولد ولادة طبيعية فتبقى الولادة قيصارية يبقى الصحصة انها تحدد معادي وتروح في صايمة ومتجهزة والطبيب الأطفال موجود وكل حاجة تبقى منجهز لها بدل ما تروح حاجة امرجنسي مثلا ويبقى في مشكلة ممكن تحصلها نرجع تاني لموضوع الحالة بتاعتنا وكنا بنتكلم على موضوع التلقيح الصناعي وكنا بنتكلم على موضوع الناس اللي هما ما معندهمش اللي هما 20% من الناس اللي هو تأخر في الحمل غير مفصل السبب وقلنا ان احنا 20% دولت هيستفيدوا جامد جدا هيستفيدوا كويس جدا من التلقيح الصناعي وهنقول خطوات التلقيح الصناعي بعد الفصل ان شاء الله اهزائي المشاهدين مرة اخرى مع برنامج العيادة وحديثنا النهاردة على التلقيح الصناعي وحال المجهاري واطفال النبيب وبرضو منذكر سيداتكم ان احنا نستقبل حلات مجانية في هذه الحلقة وطول ايام الاسبوع في جميع التخصصات النهاردة بنتكلم على موضوع الاخصاب المساعد وتكلمنا على اول جزء اللي هو التلقيح الصناعي وانا دلوقتي هننتكلم على ايه هي خطوات التلقيح الصناعي عشان نبعارفينها بالتفصيل اول حاجة احنا الاول بنشخص الحالة اللي محتاجة التلقيح الصناعي يعني اللي هو اذا كان عندها قال لازم لابد وقولنا في اول حلقة ان لابد من ان يكون قنوات فلوب بالنسبة للسيدة سالكة في الموضوع دا يكون عمر السيدة مناسب لان بعد طبعا كل حاجة بمشيئة ربنا لكن احنا بنقول ان تأخر الحمل او حدوث الحمل بتناسب طرديا مع السن يعني كلما السن بيقل كلما نسبة الخصوبة نفسها بتقل فبالتالي ما ينفعش مثلا عند واحدة عندها 48 سنة او رغم من الدورة بتكون بتيجي لكن يعني النسبة بتكون اقل بكتير جدا او ان في ناس هيقولوا احنا نعرف ناس عندهم 46 و 47 و 48 سنة وحصل لهم حمل طبيعي حتى طبعا الحاجات دي كلها وردة وموجودة لكن النسبة بتقل طرديا مع السن بصفة عامة طيب انا تأكدنا ان قنوات فيروب سالكا ان حانات المنوية عدد الحانات المنوية جيد يعني احنا ما ننفعش مثلا واحد الحانات المنوية بتاعته ضعيفة جدا او مثلا نسبة المشوه تقريبا 99% او يكون عدد الموتيلتي مثلا 1% او 0 اللي هو كلهم ايموتايل ونقول نحن نعمل تلقيه صناعي ده وتيبقى تضيع وقت للمريض لانه مش يحصل حمل بالطريقة دي احنا بنقول فيه كريتيريا معينة الطبيب بيبقى عارفها بالنسبة لعدد الحانات المنوية وبالنسبة لحالة الزوج الاثنين دولة لو كانوا حالتهم وقلنا ان اكتر ناس بيتمفعلهم هم التأخر في الحمل غير مفاصل السبب او mild male يعني اللي يكون الزوج تحليل بتاعه مثلا عنده نقص شوية في الحركة او ضعف في العدد الحانات المنوية شوية من 15 مليون يعني ما هياش سيفير ميل ما هواش مثلا نص مليون او ربع مليون عدد الحانات المنوية والذي بنقوله هنعمل لك تلقيه صناعي ده بيبقى تضيع لوقت الزوج والزوجة يعني فاحنا في الحالات اللي زي كده تم اختيار الحالة بطريقة جيدة بنبدأ نعمل تنشيط اما بنعمل تنشيط تبويض للزوجة يابن بنعتمد على ناتشور السايكل اللي هو دورة طبيعية تنشيط تبويض دوت بيزود الفرصة شوية بالذات لو كانت الزوجة ما عندهاش تبويض بطريقة منتظمة اللي هي زي الناس اللي عندهم تكايوساتها المبايد بندينهم ادوية تنشيط للتبويض وبنتابع التبويض يعني بنتابع التبويض بنيجي على اليوم الاثناشر بنشوف حجم البويضة دي محتاجة نزود لها حوان محتاجة انها نتبعها بنشوفها على اليوم الاربعاتاشر بندلها الحوانة التفجيرية وبعدها ب36 ساعة بنعمل الترقيح الصناعي بيكون الزوج ممتنع عن العلاقة الزوجية من ثلاث لخمس تيام بنجيبه في اليوم دوت وبنخليه يجيب لنا العينة التحضير العينة ده بقى بيتم في المعمل طبعا طباء متخصصين في علم الأجنة هما اللي بيقوموا بتحضير العينة بيفصلوا حالة المنوية الضعيفة على الحالة المنوية القوية فيه كذا نوع في نوع زي في بيركور تكنيك كذا تكنيك بيختاروا المعمل طبيب المعمل لازم يكون متمرس على النوع اللي هيعمل به تحضير العينة الساعة المنوي وبعد ما بيتم تحضيرها بيتم إرجحها عن طريق عنق الرحم إلى السيدة وطبعا بندي مسابتات للحمل في الفترة الاثناشر يوم اللي بعد كده وبننتظر ان يحصل حمل ازاي بننتظر ان يحصل حمل اربعتاشر يوم من ترقيح الصناعي بنعمل تحليل الحمل تحليل الحمل دوت بيقول لنا اذا كانت السيدة حامل ولا مش حامل طيب الناس بقى بتسأل هل نسبة حدوث الحمل بتبقى مرمونة 100% في حمليات ترقيح الصناعي هو برضو لازم نبقى عارفين ان ما فيش حاجة لحد دلوقتي بتقول ان نسبة الحمل بتبقى 100% في اي وسيلة احنا بنخدمها للحالة المجهارية اطفال الانميب لكن هي النسبة بتزيد عن الطبيعي يعني لو في بعض الناس طبعا نسبة منون 10-15-20% بالنسبة للترقيح الصناعي فيه ناس بتبقى النسبة عندهم اكتر لو كررناها كذا مرة 3 او 4 مرات ممكن تصل الى 50% في بعض الاحيان لو كررناها وما كانش فيه عيب تاني موجود يعني يعني ما كانش فيه مثلا انسداد في قنوات فالوب واحنا ما اكتشفناهوش ما كانش فيه قلة عدد حالات المنوية واحنا بنعملها من غير ما يكون دقيقين في اختيار المريض اللي بنعمله الترقيح الصناعي لكن بالزاد في حالات التأخر في الحمل غير مفصل السبب بتنفع جدا طيب سينا احنا عملناها اكتر من مرة مرة مرتين او 3 مرات وما حصلش حمل ساعتها بنخش فيه التقنية الاكسر بقى دقة وبتجيب نتيجة افضل اللي هي الاخصاب المساعدة اللي هو اطفال العبيب او الحقن المجهري طيب احنا معنا اسماء اسماء اتفضل يا اسماء السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا دكتور انا كنت متجوزة بقى لخمس شهور وبعدين كل روح فالبريوب بتفلف كل شهر بتزود خمس ايام فالحد ما بتوصل لعشرين يوم يعني حقيقة متجوزة بقى لك قد ايه خمس شهور خمس شهور حقيقة عندك كم سنة عشرين طيب الدورة كل مرة بتيجي متقدمة عن معادة بتزود عن معادة كل مرة يعني بتزود كل شهر خمس ايام من فوق اللي كانت مزودهم قبل كده يعني ما بتجيش كل شهر بتيجي مثلا كل خمس وثلاثين يوم مثلا ايه ده اللي انا فاهمه صح كده مقربة على الاربعين يوم مقربة على الاربعين يوم اوكي فهم انا رفتك شفت يا دكتور وقالولي ضعفة في المبايد فانا خايفة ضعفة في المبايد ده يجلب الدمور في المبايد اصلاقلولي كده طيب انتي حضرتك عندك الوزن الزايد او حاجة او الوزن كويس انا وزن 72 كم طيب وطولك اديه 155 يبقى في وزن الزيادة شوية في شعر زايد بيطلع لك في الجسم كله اي طيب حضرتك لازم طبعا يعني لو الدورة بتيجي كل 40 يوم او كل 35 يوم او الحاجات دي كلها لابد من ان احنا نشوف اذا كان فيه طبويد موجود ولا مفيش طبويد ازاي بنعرف اذا كان الطبويد موجود ولا لا يا اما هي بتروح تعمل اشعة تليفزيونية من اول اليوم الى 12 تبدأ تتابع الطبويد ونشوف اذا كده الطبويد بيحصل لها بدري او بيحصل لها متأخر او بيحصلش خالص ممكن في بعض احيان بيتأخر جدا او انا او انا يا دكتور رحت الدكتورة عندنا هنا ايوة قالت لي التبويد شغال كويس وداتني حجن منشطة فيه ناس خوفونه من الحجن دي جاله ده بتنفخوا كده فانا خفت بصراحة اوكي لا بصي هي لو اديتك حجن منشطة معناها ان الطبويد مش جيد يعني ايه كنها اديت لحضرتك الحقد المنشطة معناها انها عايزة تحفز الطبويد معناها ان ما فيش طبويد بالطريقة الطبعية وإلا لو كان فيه طبويد بالطبعية طبعية كانت هتقولك ان يحصل علاقة زوجية في ايام معينة علشان خطر يحصل الحام لما هيك بتاخدي ادوية تنشيط الطبويد ده معناها ان فيه مشكلة في او تأخر في الطبويد نفسه لكن مشكلة محلولة بسهولة عن طريق انك تاخدي ادوية يا اما اقراس احنا دايما بنبدأ بالطريقة الابسط بالنسبة ان عندك 20 سنة بس فنسبة الخصوبة عندك عالية جدا احنا بندي الاول بنبدأ بالقراس ونشوف الطبويد ازاي بنتأكد ان فيه طبويد ولا لا ان احنا بنعمل اشعة تلفزيونية في اليوم الاثناشر ان نشوف الطبويد حصل استجابة للأدوية اللي احنا بنديها ولا لا واليوم الواحد وعشرين ان نشوف هرمون البروجسترون نتأكد ان هو اكتر من واحد وعشرين لو دوت موجود يبقى احنا عندنا مشكلتك انت بتتحل عن طريق ان احنا بنديك ادوية طبويد هيبقى اللي يتبقى ان عشان خطر يحصل الحمل لازم برضو نتأكد ان الزوج سليم يعني لازم جوزك يقعد ثلاث لخمس ايام يحصلش علاقة زوجية ويجيب تحليل سائل منوي تقدر يتعرفي بيه اذا كان فيه مشكلة عنده ولا لا وبعد كده هو في خلال مثلا لو المشكلة في الطبويد يبقى غالبا ان شاء الله بعد ما تاخدي ادوية ودايما احنا بنبقاش قلعنين للناس اللي هما سنهم صغير يعني يعني عشرين سنة ولسه المشكلة الوحيدة اللي عندها مشكلة في الطبويد ان شاء الله غالبا هتحمل بإذن الله ما بيقاش فيها مشكلة ولسه متجاوزة بقالها خمس شهور يعني ما حصلش ان فيه فترة طويلة حصلت من غير ما تشوف علاج او حاجة فان شاء الله ما يبقاش فيه مشكلة عندها نرجع تاني للموضوع بتاعنا وقلنا ان لو ما حصلش حمل بقى عن طريق التركيح الصناعي مرة مرتين تلاتة احنا بنقول من ثلاث لخمس مرات دو الافرج اللي بنعمله لو ما حصلش حمل بنخش بقى في الموضوع يعني اكثر تعقيدا شوية ولو انه ما بقاش معقد دلوقتي بقنا بنعمله بصورة تقريبا دائمة اللي هو موضوع اطفال النبيب او الحقن المجهاري قبل سنة 78 قبل ما تتولد الطفلة لويس براون كانت الموضوع دو يعد من حاجة من المستحيلات وكننا بنقول كانوا ساعة حتى عياميها كانوا بيقولون صعب جدا الكلام دو كلام خيالي ان يحصل حمل عن طريق الاخصاب الخارجي اللي هو بنقول عليها اطفال النبيب اطفال النبيب معناها اخصاب خارجي معناها ان حصل اتقاء الحمل المنوي مع البويضة خارج الجسم وتكون الجنين خارج الجسم وان احنا بنرجعه عن طريق نقل الرحم الى داخل الرحم علشان خاطر يلتسق في البطارنة الراحم ويحصل الحمل هو دوت معناها بصفة عامة اطفال النبيب اللي هي حصل الاخصاب في انبوبة الاختبار اللي هي خارج الجسم طبعا هي بعد ما حصل الطفلة دي سنة 78 وحصلت اول ولادة اول طفلة عن طريق اطفال النبيب عن طريق اطفال النبيب حصلت في انجلترا تقدم العلم بتاع اطفال النبيب والحق المجهري تقدم خيالي يعني لدرجة ان احنا في الاول خالص كانت العمليات تعتبر معقدة جدا الميديات ما كناش لسه عارفين الانسب ميديات تتعامل ازاي كنا دايما بنشتغل على ناتيورال سايكل كنا بنضطر ان احنا في بعض الاحيان بنتتبع التبويض عن طريق تحليل الال اتش اللي بنعمله الكيتس المعمولة ويضطرت الفريق الطبي كله ينزل الساعة ثلاثة الصبح واربعة الصبح عشان يسحب البويضات في يوم معين اول ما يحصل السورج وكنا بنفقد كتير جدا من البويضات عشان خاطئ التبويض كتير جدا 25% من الحالات ما كناش منلاقي عندها بويضات لان بيحصل البيتسور الال اتش سورج بيحصل الال اتش الواحده حاجات دي كلها طبعا الحاجات دي كلها تعتبر من الماضي لان دلوقتي بقت الموضوع منظم جدا بالذات بعد ما اكتشفنا الادوية اللي بتقلل النشاط الغدى النخامية بقينا بنيدي ادوية الادوية بتاعت تقليل نشاط الغدى النخامية دي بنتأكد ان احنا لما بنيجي ادوية ندي ادوية التنشيط ونسحب البويضات بنتأكد ان كل البويضات بتكون موجودة عند السيدة الموضوع طبعا ده بيمر بطرق كثيرة جدا اول حاجة تشخيص الحالة الطبيب بيشوف البروتوكول المناسب لكل حالة عشان خاطر يقدر يعمل اطفال العبيبة والحقن المجهلي البروتوكول المناسب لحالة عندها 20 سنة غير المناسب لحالة عندها 35 سنة غير المناسب لحالة عندها 42 سنة عدد الادوية اللي هتاخدها الزجانة هتاخد منشطات لها نوع معين بتاخده بتعمل في نفس بعض الاحيان حاجات دي كلها الطبيب بيبص عليها واختيار البروتوكول دوت أصعب حاجة في الموضوع لازم الطبيب يكون دقيق جدا في الموضوع دوت تحضير المريضة تحضير المريضة علشان خاطر حالة المجهري طبعا العملية مكلفة وكتير جدا من السيدات ما بدرواش يعملوها غير مرة واحدة يعني بل كتير مرتين ونسب الحمل ما هيش 100% فاحنا الطبيب اللي عليه هو يعمل كل مجهود ان يحصل يزود فرصة حدوث الحمل بطريقة جيدة وفرص الحمل دلوقتي زادت قوي الفترة اللي احنا موجودين فيها يعني بس في بعض الأحيان 60% و70% في السن الزغير بنيدي أدوية تنشيط التبويض بنيجي طبعا في يوم معين بنيدي حاجة اسمها الحقن التفجيرية الحقن التفجيرية دي زمان لما كنا بنيجي نديها كان بيبقى فاقد 25% من الحالات بيفقد لأن ما كناش بنيدي أدوية اللي بتقلل النشاط الغدى النخمية أو ما كانش ظهر الأجونست اللي موجود فبالتالي كانت بتفقد كتير جدا من السايكلز وكانت نسها بالحمل قليلة بعد مختورة الأدوية اللي بتقلل النشاط الغدى النخمية دلوقتي بينا بنيديها بصفة منتظمة فبالتالي يوم سحب البويضات بصفة شبه شبه مؤكدة إن احنا نلاقي بويضات أو داخل الحويصات اللي احنا بنشوفها يعني احنا بدعمل متابعة التبويض لحد ما الحويصات توصل لحجمها 18 ملي وينيجي في يوم معين بنيدي الحوانة التفجيرية الحوانة التفجيرية دي بعد ما بنيديها بعدها بستة وتلاتين ساعة بنعمل عملية سحب البويضات عملية سحب البويضات بتتم طبعا في مركز أطفال الأناميب بيتم سحب البويضات عن طريق طبعا وبرده ديات بتوريين التطور الطبي لان احنا اول عمليات انا حتى حضرت بعض العملات دي لما كنا بنجي نسحب البويضات كنا بنعمل عن طريق المنزر البطن كانت العمليات بتاخد وقت طويل وكانت السيدة بتنام ونتطر نعمل منزر بطن ونعمل فتحات في البطن دلوقتي الموضوع ده واتنا بيتمش بطريقة دي بتاتا بنعملها عن طريق الصنار المهبالي العادي مفيش أي فتحات في بعض الأحيان حتى في بعض الناس اللي ما بيفضلوش انهم ياخدوا بنج بنقدر نعملها بغير تخدير بنسحب البويضات وبعد كده بنشوف المعمل بقى يشوف هل هيعمل لها أطفال النبيب اللي هو بيحطها في البيتري ديش مع الحيوانات المنوية ولا بنحقينها عن طريق الحق المكهر هنكمل الكلام بتاعنا بعد الفاصل ان شاء الله عزيزي المشاهدين مرة أخرى مع برنامج العيادة وبنكمل موضوع الحلقة النهاردة على الإخصاب المساعد وتكلمنا على توقيح صناعي بصفة عامة وتكلمنا على أطفال النبيب وكنا نتكلم على الخطوات بتاعتها وقلنا ان احنا بعد الخطوات الأطفال النبيب احنا ندي تنشطات طويل بنسحب البويضات وبنسحب بعد سحب البويضات طبعا مش كل الحويصلات اللي موجودة ساعة مرائبناها عن طريق الأشعة التليفزيونية بيكون جواب بويضات بنقدر المعمل تقريبا يحدد نطج البويضات قدقي وده طبعا بيعتمد بصفة عامة على عمر الزوجة وعلى البروتوكول اللي الطبيب يحدده عشان كده لابد ان الطبيب يكون متمرس في عمليات أطفال الأنابيب هو اللي بيجري العمليات ديات عشان يقدر ان هو يقول البروتوكول كم بويضات كم واحدة موجودة كم واحدة منهم اللي هو بنقول عليها متافيز كم واحدة متافيز كم واحدة جي في اللي بيصلحوا يعني للنطجين وبنختار على الحيانات المنوية لو عدد الحيانات المنوية جيدة ممكن نعمل الأطفال الأنابيب لو قليلة جدا أو حتى منعدمة تماما واضطرين ناخد الحيانات المنوية من الخصي عند الزوج يبقى ساعتها بنجري عملية الحقن المجهاري الحقن المجهاري ديت بتتم عن طريق ان احنا بنحقن الحيانات المنوية داخل سايتوبلازم البويضة لازم البويضة تكون نطجة يعني ما ينفعش نحنا نعملها في بويضة مثلا جي في أو أتراتيك أو حاجة غير جيدة فالبويضات الجيدة بس هي اللي بتتحقن من الحيانات المنوية بننتظر تاني يوم اليوم التاني بنقدر نعرف عدد البويضات المخصبة بنقدر نعرف نسبة الإخصاب ودي طبعا مهمة جدا لان اول حاجة بنقدر بتحدد لنا النجاح العملية هي اليوم التاني لما بعد ما بنحقن البويضات بننتظر ونشوف الإخصاب قد ايه كلما نسبة الإخصاب بتزيد كلما فرصة الحمل بتزيد يعني لو مثلا حصل إخصاب مثلا في 90% من البويضات دي تعتبر نسبة جيدة جدا فمعناها ان احنا هيبقى عندنا فرصة كبيرة لاختيار الأجن لان لما بيحصل إخصاب بتبقى عندها حاجة اسمها تو بيان بنقدر نعرف بيها ان حصل إخصاب في البويضات اليوم التاني بنشوف الانقسام تم قد ايه في كام واحدة من البويضات المخصبة تم انقسام في قد ايه هل تم كل اللي قصبه تم الانقسام بتاعهم الانقسام هل تم بطريقة جيدة ولا تم متأخر حاجات دي كلها الطبيب بقدر انه بعد كده بننتظر اليوم التالت برضو بنشوف نمو الجنين قد ايه بنيجي على اليوم الخامس بنقرر ان احنا نعمل حاجة اسمها ارجاع الجنين عند اليوم الخامس في مرحلة اسمها مرحلة البلاستوسيست مرحلة البلاستوسيست دي بيكون الجنين متكون بتقدر تدلنا فرصة لاختيار أفضل الأجن يعني في كتير جدا من الأجن اللي احنا كنا موجودين في اليوم التاني أو التالت أو بعد الإخصاب ما بيكملوش لكن اللي بيكمل اليوم الخامس غالبا هيحصل منه حمل يعني الاكتر النسبة الاكتر ان يحصل منها حمل بالذات لو كان سن عمر الزوجة كويس فساعتها بنرجع البيضات المخصبة ديت أو الأجنة ديت داخل الرحم وانا انتظر بعد كده 14 يوم بعد ما بنرجع الأجنة طب في سؤال بيتسئل احنا بنرجع كم جنين هل بنرجع جنين واحد هل بنرجع جنينين هل بنرجع خمسة هل بنرجع يعني كم جنين بيرجع وبنعمل ايه في بقية الأجنة يعني لو عندنا اكتر من جنين بعد عملية اطفال الأنبيب والحاقن المجهري كم جنين بيرجع لرحم عند السيدة وكم جنين بيبقى وبنتصرف ازاي في الأجنة اللي بتبقى وهل في هل ممكن يتم اختيار جنس المولود ولا لا وهل بنقدر نعرف الشفرة الوراثية بالنسبة للأجنة ولا لا حاجات دي كلها طبعا دلوقتي جنس المولود بالذات لو كانت السيدة قبل كده حصل لها انجاب لذكور او لإناس فبعدنا نحدد جنس المولود في بعض الأحيان لو كانت فيه أمراض وراثية بنقدر نحن نتجنبها يعني لو السيدة عندها أمراض وراثية في العيلة وعارفين الكروموزومات اللي هي بتسببها نقدر نحن نعرف الجنين اللي فيه الكروموزومات الجاية ده بس هو اللي بيرجع عن طريق ونخل رحمه والباقي ما بيرجع فبالتالي احنا بنقدر نحدد بالطريقة ديت أنسب طريقة نحن نرجع بها الأجنة وننتظر 14 يوم ونعمل اختبار الحامل وإن شاء الله يبقى بالإيجاب بإذن الله وبكده بنصل إلى نهاية حرقتنا ومعدنا الأربع القادم إن شاء الله مع حلقة جديدة من برنامج الأمراض بنساء والتوليد في بلق العياد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة